قبل قليل تصريحات هامة جدا لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت والذي قال هناك احتمال كبير بأن الذي قتل شيرين أبو عقله هم من المخربين الفلسطينيين هذا هو النص الذي قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت بمعنى بأنه لم يقطع الشك باليقين وقال بأن هناك احتمال وهذا يبدو تراجعا في الموقف الإسرائيلي الذي كان يتبنى الرواية التي تقول بأن الرصاصات التي أطلقت على شيرين أبو عقله كانت رصاصات فلسطينية وأن الجيش الإسرائيلي بريء من دمها الآن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتراجع خطوة إلى الوراء ويقول هناك احتمال وهذا بالطبيعة الحال بعد العديد من المعلومات التي بدأت ترد بعد مطالبات من قبل المجتمع الدولي الاتحاد الأوروبي ولكن بالأخص موقف الولايات المتحدة بعد أن تبين بأن هذه التصريحات الإسرائيلية وهناك مطالبة بأن يكون هناك تحقيقات من قبل الجانب الأمريكي نتيجة للضغوط الدولية والضغوط الأمريكية هل هذه جاءت تصريحات بعد كل هذه الضغوط؟ نعم بلا شك في صباح هذا اليوم كانت الرواية نضع الأمور في سياقة في الصباح أول خبر كان من الإعلام الإسرائيلي بأن الجيش الإسرائيلي نجح بقتل مخربين هذا كانت صباحا أول خبر وهذا يعني بأن هناك جند إسرائيلي تصل مع الصحف الإسرائيلي في تل أبيب وقال له نجحت الوحدة التابعة لنا بقتل مخربين اثنين من الفلسطينيين في جنين بعد ذلك عندما تبين بأن الشهيدة شيرين كانت هي المستهدفة ومعها الزميل علي الصمودي تراجع الجيش الإسرائيلي وقال بأنهما قتلا بيه النيران الفلسطينية وبعد ذلك عندما تبين بأن شيرين تحمل الجنسية الأمريكية وكان طبعا هناك انتقادات واسعة في الاتحاد الأوروبي هناك الصفراء الذين بدأوا الآن يتواصلون مع الجانب الإسرائيلي الذي فتح تحقيق جدي بعد ذلك بدأت الأمور تكون للدفاع عن الجنود الإسرائيليين بالبيان الأول لنفتالي بنت الذي تحدثنا عنه في النشرات السابقة والذي قال لا علاقة لنا بذلك وأن الجانب الفلسطيني والمخربين هم الذين قتلوا شيرين أبو عقلي بعد ذلك أي قبل دقائق من الآن في الكنيسة الإسرائيلي نفتالي بنت يقول هناك احتمال هذا التراجع وهذا السياق في هذا التراجع هو لافت للانتباه أيضا هناك عاملان أساسيا العامل الأول بأن الجيش الإسرائيلي لغاية الآن لم ينشر الصور الجوية التابعة للعملية العسكرية الخاصة في منطقة جنين كما تعلم بأن الجيش الإسرائيلي عندما يعقوب بأي عملية تحقيق أي عملية اعتقال أي عملية عسكرية هناك درونز هناك طائرات استطلاع تصور كل شيء وكل تحرك الجنود الإسرائيلي للتأكد لو كان الفلسطينيين هم الذين مسؤولون بهذا الشكل الفجع عن هذه العملية لنشر الإعلام الإسرائيلي وتحديدا أن الناتقل في الجيش الإسرائيلي صور عملية إطلاق النار وهذا طبعا سهل جدا على الماكنة التكنولوجية الإسرائيلية لتصوير وتوثيق كل ذلك ولكن لغاية الآن لم يتم نشر هذه الصور الجوية نهيك عن الكاميرات المثبتة على الجنود الإسرائيليين نهيك طبعا عن روايات شهود العيان أنا هنا في صدد أن أروي لك ماذا يقول الجانب الإسرائيلي وكيف يفكر الجانب الإسرائيلي بعيدا عن ما يتحدث عنه الزميل خالد بطبيعة الحال كونه كان موجودا ومتابعا المسألة الثالثة المهمة هو أيضا بدء الانتقاد الواسع لكيفية إدارة هذه العملية من ناحية العلاقات العامة بمعنى في عملية محمد الدرة قبل قليل كانوا تحدثون في إسرائيل عن ذلك في عملية محمد أبو الدرة قبل 12 عاما عندما كان هناك فشل إسرائيلي كبير في التغطية على هذه العملية الذبح لهذا الطفل الفلسطيني بين ذراعي والده في غزة وذلك أدى إلى انتقادات واسعة تحديدا في الاتحاد الأوروبي وتحديدا في فرنسا حيث كانت القناة الفرنسية التي صورت هذه اللقطات وكان هناك فشل في إدارة العلاقات العامة الإسرائيلية اليوم في إسرائيل يتحدثون بأنه إذا حدث هذا الاستهتار في كيفية التعاطي مع الروايات متناقضة هذا أيضا يؤدي إلى أن هناك انتقادات عدية إسرائيل لجيش إسرائيل وعدم قدرته على إعطاء رواية مقنعة يعني مصير التحقيق التي طالبت به العديد من الجهات الرسمية والجهات الدولية وموقف الحكومة الإسرائيلية الآن من هذا التحقيق الحكومة الإسرائيلية عرضت على الجانب الفلسطيني بأن يكون هناك تحقيق مشترك والجانب الفلسطيني الرسمي رد بأنه يرفض أن يكون هناك تحقيق مشترك أولا لعدة أسباب سياسية لن نخوض فيها ولكن هذا هو العنوان العريض لا يوجد هناك تحقيق مشترك الآن هناك طرف في هذه المسألة وهو الطرف الأمريكي الذي عليه أن يحقق حسب القانون الأمريكي لأن الـ FBI يجب أن تشارك بهذه التحقيقات ولكن السؤال أين سوف يحقق الـ FBI؟ هل سوف يحقق مع الفلسطينيين؟ أو سوف يحقق مع الإسرائيليين؟ أو سوف يكون هناك لجنة مشتركة؟ هذا كله لغاية الآن هو ما زال طي البحث والدراسة ولكن اللافت عندما أشاهد المشاهد في جنين لا أرى بأن هناك اهتمام لعملية التوثيق بلا شك أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية وثقت وجمعت المعلومات والأدلة ولكن الجانب الإسرائيلي يبحث دائما عن الفوضى أي فوضى التحقيقات بأن لا يوجد هناك معلومات ووصل مدنيون إلى تلك المنطقة من الأهالي ووضعوا الأعلام ولم يتم التقاط الرصاصات وطبعا هذا الذي يبحثون عنه وبلا شك بأن ذلك يؤذي التحقيقات وسيرها من الناحية الفلسطينية ولكن لحسن الحفوة طبعا بعيدا عن الحفوض هنا كل اللافت جرى تم تسجيله وتم تصويره من قبل الصحفيين الفلسطينيين وبالتالي هذه ليست عملية حدفت في وسط الصحراء ولكن هي عملية حدفت وتم تسجيلها من مصدرين المصدر الفلسطيني من الصحفيين والجيش الإسرائيلي من الطائرات الاستطلاع المصدر الفلسطيني من الصحفيين والجيش الإسرائيلي من الصحفيين المصدر الفلسطيني من الصحفيين والجيش الإسرائيلي من الصحفيين